أبنائي وبناتي طلاب المستوى الأول برنامج البيو تيكنولوجي إن شاء الله هنستكمل شرح محاضرات مقرر المايكروبيا التاكسينومي أن ديفيرمنتيشن وطبعا انتهينا في البارت وان أو الجزء الأول بشرح وتوضيح الأجزاء الخاصة بالمايكروبيا التاكسينومي وهنبدأ بداية من المحاضرة السابعة حتى نهاية المقرر في البارت الثاني بارت تو وهو خاص بالفيرمنتيشن فرمنتيشن عملية التخمر يعني التخمر هي عملية بيولوجية يحدث خلالها تخمر السكريات إلى أحماض وغازات وكحولات وهذه العملية تحدث بغسطة بعض أنواع من الخمائر والفطريات والبكتيريا فرمنتشن هو تحلل بطيء تحلل بطيء من المساعدات من الميكروبيا يمكن أن يكون تحلل بغسطة بعض الميكروبيا التي تحلل بطيء من الميكروبيا أو الكائنات الحية الضقيقة أو الإنزيمات التي تنتجها هذه الميكروبيا فرمنتشن هو من أقدم العمليات الخاصة بحفظ الأغذية وهذه العملية تستخدم منذ سبع تلاف سنة في بابلون وهي دلوقتي العراء ومن خمس تلاف سنة في إيجبت تستخدم عملية التخمير كطريقة لحفظ الأغذية في معظم هذه الحضارات السابقة منذ آلاف السنين بريد ميكينجي بروبابلي أرجنات في إيجبت تلات تلاف وخمسمائة يرز أغو فرمنتشن أوف ميك التخمير اللبن بدأت في ميلي بلايس مع إفدانس في فرمنتشن في فرمنتشن في بابلون خمس تلاف يرز أغو there is also evidence يوجد أدلة أو دليل of fermented meat اللحم المتخمرة ومنتجتها being produced for king of papillone يعني هذه العملية تعتبر عملية قديمة جدا ولكن في العصر الحديث أو في الآونة الأخيرة بيأتيم تطورها عام بعد آخر بهدف منهم الماكسيمايزيشن للبرودكت تعظيم إنتاجية البرودكت من خلال استحداث تفارات من الكائنات الحية الدقيقة تتميز بالإنتاجية العالية على حسب نوع البرودكت أو نوع المنتج اللي طالع وخصوصا للفواكد والخضروات هاويفر فرمينتيشن كان بي كونترولد توجيب بنيفيشيال ريزلتس فرمينتيشن انكريزيز زي شيلف لايف بتزود فترة الصلاحية شيلف لايف فترة الصلاحية اندي كريزيز زنيت فور ريفريجريشن وتقلل الاحتياج لعملية التبريد اور اذر فورم اوف فود ريزيرفيشن تيكنولوجي يعني عمية التخمر تزيد من فترة الصلاحية للغذاء وتقلل من الاعتماد على طرق الحفظ الاخرى مثل التبريد او التجميد وخلافه فور فود فرمينتيشن مايكرو ارجانيزم ار اوف ان كلاسيفاين كلاسيفاين اككوردنج تو باي برودكت سويا بيتم تقسيم المايكروبات على حسب الناتج اللي طالع وهذا سوف يتم توضيحه في المحاضرات التالية من هذا المقرر هاوين مايكرو ارجانيزم ميتابولايز ان جرو زي ريليز باي برودكت بتعني منتجات ثانوية بتحسن من القوام والطعم والنكهة يبقى عميلة تخمير عملية في منتهى الاهمية وعملية مفيدة جدا على سبيل المثال زي انتاج الخل او حمض الخليك من تخمير بعض انواع الفواكه عيدة على الاسيتك باكتيري 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 منها اللاكتوباصيلس سبيشيز أنواع جلس اللاكتوباصيلس This is a general name attributed to those bacteria which produce lactic acid as they grow Acidic foods are less susceptible to spoilage than neutral or alkaline food الأغذية الحامضية أقل حساسية للفساد بالمقارنة بالأغذية متعددة الحمودة أو الأغذية القلوية and hence the acid help to reserve the product وهذا راجع إلى أن الأسد أو الحمض الموجود في مثل هذه الأغذية أو الأحماض تساعد في عملية حفظ المنتج Fermentations also result in a change and texture in the case of milk The acid causes the precipitation of milk protein to a solid card عشان تكون الخسرة الصلبة وديت الفكرة بتاعت التجبن في الألبان هذه الشريحة بتعرض The organisms responsible for fermentation processes المايكروبات أو الكائنات الحية المسؤولة عن عملية التخمير The most common groups of microorganisms involved in fermentation art المايكروبات المسؤولة عن التخميرات تتمثل فيما يلي bacteria yeast mold الجدول ده بيوضح Some microorganisms involved in fermentation processes وهذا الجدول للتوضيح وليس للحفظ bacteria تنقسم لحقتين gram negative gram positive fungi can be found filamentous or yeast and non-filamentous fungi bacteria اللي هي gram negative بتشمل الأجناس cytobacter alkalicines cherexia philobacterium gluconobacter kelebsiella psyllococcus psyllomonas propionibacter zidomonas sirmu anerobium zalsu monas il gram positive bacteria included ursorobacter rasellas bivydo bacterium psyllium corinibacter lactobacillus lactococcus leconostoc micrococcus mycoderma staphyllococcus streptococcus streptomyces il fungi il filamentous asparagillas iorobacidium fiusarium myocard neurospora penicillium rhizomyocard rhizobas tricoderma اللي هي and non-filamentous fungi بتشمل candida cryptococcus cryptococcus lebaromyces endo mycopsis mycopsis geotrichum hanceniola calyveromyces pichia rhodotoriola saccharomyces saccharomyces saccharomycopsis baccteria lactic and prolific c lactobacillus delberghi sabispeche bulgaricus lactobacillus brevious angela b lactobacillus brevious c glycoccus a d lactobacillus casii lactobacillus e بتوضح اللاكتوكوكوس لاكتس الاف بتوضح البريف بكتيريا لاينينز الجي بتوضح اللاكتوباصيلس الفيتيكاس الاتش بتوضح الاي بتوضح البريف بكتيريا يبقى هنا موجود تسع أنواع من البكتيريا بتنتمي للاكتك أسد بكتيريا تاني ايه بتوضح اللاكتوباصيلس بي لكتوباصيلس بريفياس سي بديكوكوس دي لكتوباصيلس كازي او كازيان ي لكتوكوكوس لاكتس اف بريفي بكتيريا لاينينز جي لكتوباصيلس هيلفتيكاس اتش ستريبتو كوكوس سرموفيلس اند اي البريف بكتيريا هناخد بشي بالتفصيل الاجناس الخاصة ببكتيريا حامل اللاكتك في هذه الشريحة بتعرض تبقى للتقسيم الحالي احدث تقسيم لهذه البكتيريا زي لكتك اسد بكتيريا جروب كونسيستيز اوف تول في شنرا اتناشر جينز اللي هناخد بشي بالتقسيم الحالي اللي هناخد تكسانومي المحاضرة الاولى من ضمن طرق الايدنتفيكيشن او التعريف او التعرف على البكتيريا استردام هذه التقنية ودي احد التقنية بتستخدم في التعرف على الكائنات الحية الدقيقة التي تنتمي الى البكتيريا الكتك اسد بكتيريا كان بي جروب دي انتو بورد فيلوجينيتيك كلاستر بوزيشن دي نوت فار فروم اذر لو جوانين زائد سيتوزين اللي هي نسبة الكونتينتز بتاع الجوانين والسيتوزين طواعد نيتروجينية في النيوكليك اسد تتميز من خفاض الجوانين زائد السيتوزين جرام بوزيتف بكتيريا مجابة لجرام خمسة خمسة ساب كلاسترز ار افيدان فروم زيس تري انكلودين اللي بنسميها الفيلوجين تري او شجرة التقارب يبقى هذه البكتيريا بتشمل في عندنا استريبتو كوكس ولاكتو كوكس ودولة بينتموا الى فاميلي استريبتو كوكسي استريبتو كوكس ولاكتو كوكس لها البكتيريا حامض اللاكتك القراوية اما بكتيريا حامض اللاكتك العصوية تتمثل في جنس اللاكتوباصيلس فاميلي لاكتوباصيلس لاكتوباصيلس والبيدي كوكس ايضا بيتبعوا فاميلي لاكتوباصيلسي يونو كوكس والليكنوستوك والويسيلة بينتموا الفاميلي ليكنوستو كيسي ليكنوستو كيسي الايرو كوكس والانتيرو كوكس والكارنوباكتيريام والتترة جينو كوكس والفاجو كوكس بينتموا الفاميلي كورنوباكتيرياسي والايرو كوكسي اند انتيرو كوكسي طبعا ايسي المقطع النهائي الاسم العيلة استريبتو كوكسي لكتوباصيلسي انتيرو كوكسي وهكذا وتقالي الكلام ده في التاكسونوم تسمى التاكسونومت رانكينج اظهر بكتيريا امبورتنت انفوت فرمنكيشن البكتيريا الاخرى المهمة في عملية التخمور الغذائي الاسيتوباكتر والجلوكونوباكتر والباسيلاس والبفيدو بكتيريا والبروبيوني بكتيريا the other general of bacteria important in food fermentation في التخمورات المايكروبية تاني اسيتوباكتر غلوكونوباكتر غلوكونو اسيتوباكتر باسيلاس بفيدو بكتيريا بروبيوني بكتيريا قادي الشكل بيوضح السكارو ميسي سيريفيسيا السلايد دي بتوضح شكل الخنيرة سكارو ميسي سيريفيسيا بتلاقي الخلايا عليها بضص براعل وبيضوية الشكل دي طبعا دي من اهم الخمائر اللي بيستخدم في مجال التخمرات الصناعية اليست كان هاف بنيفيشيال اندنان بنيفيشيال افكت انفود هاف بنيفيشيال يست ان تارم اف زيرابول فود فرمنتاشن ار فرام سكارو ميسي او سكارو ميسي تيسي الجنس السكارو ميسي سبيشيالي النوع بقى سكارو ميسي سيريفيسيا سكارو ميسي سيريفيسيا وهذا النوع من الخمائر سوف يسكر كثيرا في التخمرات الميكروبية في المحاضرات التالية من هذا المكرر يستاريوني سيليولر وكائنات وحيدة الخلية ذات ريبريديوست تتكاثر اسكشيولي لاجنسيا بايبادين بالتمرعم تتكاثر لاجنسيا بايبادين إن جنرال يستار لارجر زان موست باكتيريا في واضح من الشريحة واضح من الصورة إن خلايا الخميرة أكبر بكثير من خلايا الباكتيريا في الحق تلعب دور مهم جدا في تجهيز وإعداد الخبس حتى بنسميها البيكريست خميرة الخباز كذلك تستخدم في إنتاج الكحول الإيسيلي على اللارج سكيل أو على المستوى الكوميرشل التجاري تستخدم اليست أو السكاروماسي السيريفيسيا في حاجتين مهمين جدا الأولى هي في تخمير العجين لإعداد الخبز والعملية التانية production of alcohol اللي هو الكحول الإيسيلي وأشياء أخرى كثيرة هتذكر في مكانها عند ذكر المحاضرات التالية النوع التالت اللي بيلعب دور مهم جدا في من الكائنات الحية الدقيقة هي المالدز أو بنسميها فطريات الأعفان من أهم الأجناس اللي بتمتمي لهذا القسم جنس الأسبراجيلس وجنس البنيسيليم جنس الأسبراجيلس وجنس البنيسيليم يعني منها ما هو يعمل فساد ومنها ما هو يعمل حفظ للأغذية بعض الفطاة الأعفان أو بروديوس تمتد توكسينات أو سموم غير مرغوبة and contribute to the spoilage of foods وبتساهم في فساد الأغذية أول جنس الأسبراجيلس أنواع جنس الأسبراجيلس are often responsible مسؤولة for undesirable undesirable challenges in food these molds are frequently found in foods and can tolerate تستطيع أن تتحمل high concentrations of salt and sugar تتحمل تركيزات عالية من الأملاح والسكرية اللي هي أنواع جنس الأسبراجيلس however others in part characteristics flavor to foods and other produce enzymes والآخر ينتج الانزيمات أسبراجيلس تنتج انزيمات such as amylase for breed making moldes from the genus benicillium are associated الأنواع اللي تنتمي لجنس البنicillium تشترك أو تساهم with the ripening and the flavor of the cheese في تسويت وإمضاج بعض أنواع الجبن moldes are aerobic الأعفان أو فترات الأعفان هوائية and therefore require oxygen for growth تحتاج الأكسجين للنمو they also have the greatest array of enzymes and they can colonize and grow on most types of food تستطيع أن تنمو على معظم أنواع الأغذية كسبروفايتس كمترممات moldes don't play a significant role in the desirable fermentation of fruits and vegetable products ما بتلعبش دور أساسي أو مهم في تخمرات الفواكه والخضروات الشريحة دي بتوضح فطر الأسبراجيلس وفطر المينيسيليم فطر الأسبراجيلس وفطر المينيسيليم والاثنين بيتكاثروا لأجنسيا بالجراثيم الكونيدية لكن يتم التكاثر الجنس بالجراثيم الأسكية أسبراجيلس وبينيسيليم من أهم الأجناس اللي بتتبع المال بتلعب دور مهم جدا في fermentation processes أو food spoilers في فساد الأغذية هنتنيل بعد كده بعد ما خلصنا أهم الكائنات الحية الدقيقة المسؤولة عن التي هي ترق التخمير fermentation methods fermentation methods divided according to culturing methods into two categories يتم تقسيمها إلى نوعين النوع الأول بنسميه static أو التخمير السابت أو المزرعة السابتة static culture ما فيش أي رجو ولا أي تهوية ولا أي حاجة خالص static أو نسميه surface culture surface يعني نمو سطحي زي ما هو واضح في الرسم الموضح أو submerged نوع التاني المغمور المزارع المغمورة static culture مزارع سابتة أو surface والنوع التاني submerged culture which divide into three types of fermentation batch fit batch and continuous يبقى الصبمر submerged culture والستاتيك culture ده بنسميه التخمير على دفعات in a batch process a large volume كمية كبيرة أو حجم كبير من الميديم البيئة containing neutrients تحتوي على الموزيات and the substrate material is inculated تلقى with a viable culture بالمزارع الحية of one or more of one or more appropriate microorganisms بميكروب أو أكثر من ميكروب ده في البتش الميكروبية الجروس and the biochemical senses are allowed to proceed until an optimum yield of metabolite or a desired biochemical transformation has been obtained طبعا بنملى المخمر بالبيئة الغذائية ونلقح بالميكروب المطلوب بعد كده بنستخلص المنتج ويتم تعقيم المخمر مرة أخرى ثم يتم إضافة البيئة وهكذا ده بنسميه باتش فرمينتيشن بالرغم من دي هي عملية الأساس في عملية التخمير لا تستخدم على النطاق الصناعي ليه؟ يعني إن هذه العملية هي الأساس في التخمير لا تستخدم الباتش فرمينتيشن أو لا يفضل استخدامها عند التخمير على النطاق الصناعي عملية الإنتاج بتكون مرتبطة بكمية وطبيعة المغزيات اللي هي الموجودة عند في البداية عند التلقيح في الانيشيال طايم هادي الباتش فرمينتيشن الشيك ده بيوضح مخمر بنظام الباتش طبعا نقول ده وقلنا بيضاف البيئة الغذائية ثم تلقح بالميكروب المطلوب ونترك البيئة تتخمر لفترة معينة نسميها الفرمينتيشن بريود فترة التخمير بعد الانتهاء من فترة التخمير نبدأ نستخلص المنتج والنقية ونرجع تاني نعقم المخمر ونضيف دفعة أخرى وهكذا والفيت باتش فرمينتيشن إما تكون انترميتنت أو كنتينوز الفيت باتش فرمينتيشن تغذية المتزايدة ركويرز تحتاج أو تتطلب فيدنج اكوابمنت ان اديشن توزا اكوابمنت ركوير فور باتش فرمينتيشن اندزير فور ليدز تو هير فيكس كاست وده هي تطلب طبعا تكاليف عالية شوية ولكن البرودكت أو البرودكشن أو البرودكتيفتي اللي هي بتبقى عالية بتغطي هذه التكلفة وزيادة يعني هي أفضل من الباتش يبقى الفيت باتش أفضل من الباتش الفيت باتش فرمينتيشن كتقنية في الفرمينتيشن أو في التخمير هي أفضل من الباتش فرمينتيشن يعني استخدام الفيت باتش تقلل من وقت التخمير وده بدل منتج باتش مثلا في اسبوع منتج اثنين او اكثر بتقلل الفيرمنتش طيب فترة التخمير وده مهمة جدا لما شغل التخمير على الارج سكيل او الكميرشل سكيل في المصانع الكبيرة مهمة جدا مهمة جدا عند التخمير عند التخمير على المستوى الصناعي او المستوى التجاري ادي الفيرمنتر او الفيرمنتر يوزد ان كونتينواس فيرمنتشن ده المخمر اللي بيستخدم في نظام التغذية المستمرة طبعا دي افضل طريقة بتلاقي كل حاجة هنا اوتوماتيك البي اتش كنترولر الحرارة كنترولر كله فيه كولينج جاكت الكالشار بروس تضاف اوتوماتيك استخلاص المنتج اوتوماتيك يبقى كل شيء اوتوماتيكلي هنا هوت بيكون افضل طريقة لعملية الفيرمنتشن وفيه هنا عملية تقليب واضح اللي هي الامبلر عملية تقليب للبيئة هدف احداث عملية تجانس للبيئة وتوزيع المايكروبات اللي هي مسؤولة عن التخمير في كل البيئة بطريقة متجانسة وده من شأنه هيرفع من عملية البرودكتيفتي الانتاج للمركب اللي انا بنتجه من خلال عملية الكونتينواس فيرمنتشن سانكس